بص أنا مش عارف أخشي لك إزاي بس أخشي لك دخلة تانية يعني غير الدخلة التقليدية مارس الكولر عامل حكاية حلوة في الأهل الأهل حلو حلو قوي وأنا وصبته حتى في الأول اللي هو بقى مرعب فريق مرعب جدا يعني بس أنا ما قدرش يعني طبعا الإدارة لها جزء كبير في هذا الأمر لعبين مميزين طبعا جزء كبير في هذا الأمر بس أنا شايف ومش عايف تتفي معي ولأ أن مارس الكولر صاحب الجزء الأكبر في هذا النجاح حاليا للنتباه دي مارس الكولر يا كريم أنت لم تيجي تتكلم على أي حاجة في الدنيا أو أي رأي في الدنيا في أي حاجة هو نسبي يعني ممكن أشوف أنه الأهل فريق مرعب ممكن أشوف أنه أهل فريق قوي ممكن أخذه من الجانب السلبي أقوله أنه لذال لدينا واقص ممكن أبتري أتكلم أصل الفرق اللي لعبها ضعيفة ما لما لعب فريق متمسك شوية في مبارات السوبر للأمور ما كانتش أفضل شيء لأ أصل دي بداية موسم كل دي أراء كل دي في النهاية بتكلم على أراء والأراء تخضع للاختلاف والاختلاف والاختلاف في الآخر في الآخر محدش يقدر يقول أنا عندي الحياة المطلقة هو مين حلو ومين وحش ده نحطه على الجانب سهلا لكن ما يمكن ما يمكن الاتفاق عليه هي الأفكار ولما تيجي تفتح ويحضروننا بس الفايل بتاعها جماعة النادي الأهلي لما تيجي تفتح كتاب الكورة كتاب الكورة وتشوف النموذج اللي شغال عليه مارسير كولر في الحالة الدفاعية والحالة الهجومية زي ما قال كتاب الكورة تحس انه وانت قاعد وهوريك هو كتاب الكورة دي مجازا صح؟ شو ما فيش كتاب كورة لا مجازا طبعا الكورة كعلم التكتك كعلم سهل قوي انك تدرسه نظري سهل قوي انه زي ما أنا حطيت لك صورة دلوقتي دي القنوات والممرات اللي موجودة عند أي فريق بيحاول يوصلها بيشوف وبيقدر يعمل كام واحدة لما تيجي ببص اللي هي على الشمال والقصادة النحية التانية على اليمين اللي ما بين الاتنين والسنترلان اللي هي العمق ديقول ده العلم بيقول كده بيقول خمسة وهاجا وريك دلوقتي ووريك الراجل بيعمل اي من الكلام ده هل الكلام ده بيحصل بالصدفة بيحصل النهاردة بيحصل مبارح بيحصل بعد بكرة لا هو راجل فاتح كتاب الكورة بيورو لك عملي مش نظري ده رقم واحد رقم اتنين ده الحلقة الهجومية انا ازاي بقدر اشتغل اتنين وقفنا قبل ما نشرح ده ايه قبل بس الناس ما يطلق بطش لما جو من الناس ابتدوا يدوا يدوا برضو من كتاب الكورة تانية واستعيرها ما بين قصين يعني هو انا ازاي هاجم بطرق مختلفة في اربع حاجات مهمين والناس تركز معايا وتشوف الكلام يبدو شوية انه صعب وريخ لكن بعد ما اقولك هوريك وانت حكم ايه بيتطبق منهم وايه ما بيتطبقش بيقولك لما تبتري الدافع لما تبتري الدافع قبل ما نعرض دي لما تبتري الدافع لازم تعمل اربع حاجات وازم تعمل دفاع نموذج رقم واحد تعمل ضغط عكسي سريع عالي لاستعادة الكورة التنويع خلال المبارامة بين الضغط العكسي والضغط المتوسط تلاتة الضغط على عمق وغلق العمق في الحالة الدفاعية عشان تجبر المنافس انه يطلع على الاطراف فبالتالة قال الخطورته اربعة الوفرلود بعد ما تستعيد الكورة بتعمل اوفرلود قبل ما تستعيد وبعدين يعني ايه اوفرلود يعني بتعمل زيادة او كسافة عددية في اتجاه الكورة صحيح في الحالة الدفاعية لحد ما تستخلصها وبعدين تبتري تعمل اوفرلود او زيادة عددية في الحالة الهجومية وده اللي هنشوفه في المبارات اخيرا ايه بقى الجديد اللي بيعملو مارسي الكولر وهريك العيب تقالب بتشغال ازاي اوتوماتيكلي حركة بدون كورة مهجمة المساحة طالما بجري في اتجاه الكورة في قناة مخصصة لي عشان كده عرضتلك الاولانية ده بيسموه الـ يعني التمركزات الموضعية اللعيب عمالة بتتغير طول الوقت ومش بتتغير عشوائي ومش بتتحرك عشوائي والحركية دي مش عشوائية ابدا هي حركية منظمة كل اللعيب بيجري في خط او بيجري في لان علشان يوصل للمنطقة اللي ممكن تجيلوا الكورة فيها او ممكن ما تجلوش بس لما تجلوه لازم موجود في المكان اللي هو متضرب عليه البوزيشنا اللعب بقى الفيديو ده البوزيشنا الروتيشن بيتكلم على الحركية يا كريم بتاعة الخط الامامي بالكامل الاطراف بتحركوا ازاي الظاهرين لما بيخشوا في العمق اللي بيحصل خروج الجناح على الطرف الرجل اللي خرج على الطرف وخرج برا الصورة ورجع لنا تاني ده والحركية اللي بتحصل كامل لها والحركية اللي بتحصل لما واحد بيطلع على الطرف التاني بيخش في العمق عشان نسهلها على الناس نبتلل نعرض الحالات يلا بي نعرض الحالات عشان نترجم الكلام العظيم اللي جيمي جايبه النهارده بصا كريم الصورة دي هتتكرر عشر مرات النهارده واتكررت عشر مرات بوجود لعيب مختلف في المباراة ساعتها ما كانتش حسنا الشحاء في المباراة المصري كان ريدا سليم وبيلعب في مكان غير مكانه لكن التمركزات وتركحكم على الأفكار والتمركزات والتطبيق بص حسين الشحات انصيد امام عشور فينا كريم عطار على الخط علم علول فين عشان هنحتاج قصة علم علول دي بعد شوية علم علول فين ورا طيب بعد شوية لما هنا استلمح الشحات اكبر الراجل البكريت انه ينزل فين ينزل معاه في سره رقم اتنين ينزل معاه تحت فلما نزل تحت لسبسفضيت عشان يطلع فيها امام عشور او او الراجل يحاول يضغط على حسين الحركية بقى اللي كلمتك عليها والبوزيشن الروتيشن الحركية بتاعت اللعيب حسين مجرد ما استلم الأولانية ادها لامام عشور راح متحرك في المساحة ودي بعد كده هتجيبها في الحالة بتاعت الهدف تكملت الصورة يعني حسين بمهارة فردية عدى وراح تططى ببطن رجله الهدف الأول لنادي الأهدف روح للبعادي يلا بص يا كريم انا قلت لك ركز في اللي احنا قلناه في الاول المقدمة اللي قلناه بص قصة كولر مع كتاب الكورة بتقول ايه بيقولك اللعيب بيستعيد الكورة ضغط في وسط الملعب خليط ما بين الميت بلوك والهاي بلوك يعه تضغط من فوق وتاخدها يعه تضغط في وسط الملعب وتعمل عملية التحول هنا اللي قطع الكورة دي حسين الشاحات قطعها من ورا خالص لكن هي الفريم الجاية عندنا من هنا ابترى ديانجي خد الكورة الحركية وهاجبها لك في الصورة اللي بعدها ابترى تو يتحرك قبل ما ديانجي يلفه أصلا حيات الصورة اللي بعدها يلا يلا روح دي بعد ما راح وهارجع لك من الزوال عكسية كمل كمل كمان كمل كمان انا خلقت هنا المساح ليه تو بيتحرك اهي بس هنا دي بس هنا دي الباص دي جاية من حسين بص يا كريم بص تو مشوقف على كعبه تو ابترى يجري هنا في الفريم ده تحت في آخر حتة في الصورة في أقصى الجابهة اليومنا تو أول محسين باص الكورة قبل ما ديانجي حتى يلفه ولا يبص ولا يعمل اسكانه ولا يشوف هات الفريم اللي بعد بص تو بقى فين يلا تو كل ده بيجري لسه ديانجي ما حطش الباص كمل كمان كمل كمان الراجل وصل انفراض من الجابهة اليومنا وتاني يبقى احنا هنا الراجل دامج ما بين انا ازاي بقى قدر اعمل الهجمة تحركات اللعيبة خلق القنوات كل ده بتحركات اوتوماتيكية مش يمكن حصلة بالصدفة نشوف اللي بعد يلا اللي بعد بص دي اللي احنا شرحناه من شوية كورة الجول الاستلامة هنا امام فاتح تماما اكثر خطر ان حسين دخل انسايد تحرك اوتوماتيكا هيتكرر وهتلاقي بعد شوية اللا مركزية والبوزيشن الروتيشن لما حسين هو اللي بيطلع على الطرف هتلاقي امام في العمق تماما في العمق اكتر من حسين كمان كمان اللي بعد يلا دي اللي احنا شرحناه من شوية هيخش حسين بمقارة فردية هيعدي هيعطوا كورة بالرجلين الراجل بمنتهى الايجادة واحسين لنا قصة وقفة بعد شوية هنتكلم على حسين تحديدا وده كان الهدف بص هنا برضو من الزاء العكسية بصة كريم وقف هنا انا هنا عايد هرجعك تاني لقصة القنوات احنا قلنا فيه خمس قنوات بيدخيله اكريم قدامك كامل عيد ثلاثة لا كامل عيد من الاهل في التلتة الاخية خمسة خمسة ترك فيه خمس قنوات اقصى اليمين اقصى اليسار ثلاث قنوات اتنين في الهف سبيس واحد للفرود بيبقى في العمق الفرود حسين ديانج تاو امام عشور نموذج نموذج زي الكتاب زي الرسمة طب يلا اللي بعد دي كورة الهدف كامل اللي بعد دي طبعا انا هنا جايب الكورة دي ليه تحديد رقم 100 انه الزيادات والتطور والتطور في الهجامات في الكورات السبتة دايما التركيز كان معمين وناس دايما بتتكلم وناس تركز بس في الضلقطة دايما التركيز في الكورات السبتة بعد المشنم اللي فات العظيم اللي قدمه مين اكتر عين بتركز مع عامل النادي وجاءت جنب العرضة اليسرى برأسية فبقى رامي ربيعة بياخد تكلفات اللي كان بياخدها عبد المنعم لان اي فريق بيجي بص على النادي الاهلي بيمسك محمد عماني باول واحد تركيز مع عبد المنعم فابتدى رامي ربيعة من مباراة المصري ودي مش المباراة الاولى اللي بتري ياخد تكلفات بالزيادة في الكرات السابتة والتركيز ان الكرس يتحطى على ربيعة مش على محمد عماني اللي هو انت هتفلي حلها هتطلع لك التاني فل التالة قال اللهائك حل ول BU وده احنا اريدى التكلم على كرات السابتة في الكرات المتحرك انا جبتلك امام عشور هو على الخط بعد شوية اجيب لك امام عشور وهو في العم oko عليها لما اتكلم على امام عشور هنا مين اللي طالعوا على الخط حسان الشحيائر مين اللي واقف في العم자 امام عشور ال pas هيتحط هنا كمل العب الكور اللي بعد دخل امام دخل تاني كم تصويبة في القائم من سوق حظ. الاهل ان التابلو ده ماكملش. والهجمة اللي هي بتقرر مية مرة دي ماكملتش بجون. جات في العرض. اللي بعد. اللي بعد. بص هنا. الضغط العكسي. بتلك هجي لك كل تفصيلة. قلناها نظري. اتعملت. اتعملت وتتعمل. الضغط العكسي. مروان بيقطع. بتحط الحسين. كمل اللي بعده. اللي بعده بقى من الزوية العادية باللايف. كمل كمان. كمان. اهي. دي بقى الزوية العادية. حسين. استلم. عشان اولا لها ما كانش فيها قطعة مروان. انفراد. لها جات في القائم. اليمين. ليه. حارس. رغم ان الزاوية. لما اجيب لك الزاوية كانت سهلة جدا 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 جدا. اللي كاربان نحطها. حاب يضمانها زيادة. هو. هو وجه السوق توفيق النهار. النهارة كان غير موفق بالمرة. لكن كمان هو حاب. الكرة دي تحديدا هاتف فيريم اللي بعده. حاب يضمانها زيادة كريم. فراحك جنب العارضة. يعني كمان. كمان. هات بقى الفريم اللي بعده. هتلاقي في زاوية كمان من من الظهر. ايه. اتبص دي يا كريم. الزاوية مفتوحة تماما. هو حاب يضمانها. انا تروح في اقصى الزاوية اليمين. راحت جاية في العارضة وطلعت برا. ما كانش موفق فيها. هنا. انا جبت لك خروج لإمام من على الطرف. خروج لكهربة من العمق. الكرة بتاعت حسين الشاحات الجوني التاني. هنجيله هات. ماشي. ماشي اللي بعده. الجوني التاني بتاع حسين من العمق. نعم. المباراة اللي قبلها من المصري كانت تشغيل كله للجبهة اليمين. اللي فيها محمد هاني وتاو. رغم ان ردا كانت شغال من ناحية الشمال. والنهاردة الاعتماد كله كان على الجبهة الشمال بشكل اكبر. انا اشوف قلت لك كم حل. عمق. جبهة يمين. جبهة شمال. انصاف المساحات. كرات الرأسية. اللي هو مارسل كولر بيقول ذاكرني ذاكرني براحتك. انا كده كده ايه. ياما في الجراب يا حاول. ايوه. عشان تعمل ده. كمل بقى. بص بص واقف هنا يعني قبل اتحرك معليش هرجع. معليش هرجع. انا اهمني اهم مجون. والتوقفة العظيمة بتاعت حسين الشحات. والانهاء العظيم بتاع حسين الشحات. بص على حسين. وبص على تاو. احط لك الحركية. اللعيب ما بيستناش. طب امام عشور هل حطت الكرة هنا لحسين? لا. هل حطت الكرة هنا لتاو? برضو لا. واحطتها الاطراف. انا لازم ابترى اتحرك. قبل كرة كنت تلاقي العيب. العيب الاهل بيتمشى في الملعب. مهما كانت الكواليتي. لا واقف مستني الكرة. وهنشوف بحنا. والله لو جات لي انشوف. ميش. الحركية دي هي اللي بتقلق الحلول. هي اللي بتخلي العيب يتواجد. في المكان الصح. في التوقيت الصح. كمل. كمل. يلا. لبعد. بص حسين بقى اللي كان بالي. بص الاثنين فينا كريم. لما كرة قصة الكهرابة. الرجل هيوصل. لو الاثنين دول مجريوش. ايه اللي يحصل? كرة توصل الكهرابة هيبدو الواقف مستني. الفرقة كلها تانية رجعي. بس الاثنين عشان عملوا الستارت بدري. الاثنين تواجدوا في التمنتاشر في التوقيت الكهرابة هيبتري يحاول يعمل في الكروس. وبقوا على واحد. وبقوا اتنين على واحد. اللي هو يحسن عنده حلول. يا يعدل ويوقفها توقيفة عظيمة. هي الجنب بالنسبة لي هو التوقيف. صح. بص الكرة فينا يا كريم. الوفر بصراحة جاي وحش اوي من الكهرابة. او حبي يعمل اعكسة بصراحة فراحة فوق قوي. بص يا كريم انا عايز اقول لك. الحاجة هي الكرة بص عشان. مش مرتاحة يعني. بص او الصورة مش عشان هي الصورة ثابتة مش واضحة قوي. الناس تركز في اعلى الصورة فوق خارس. النقطة البيضة اللي فوق دي الكرة. بص الكرة الناس ده من فين? بلونة. كراز ده من فوق قوي. صعبة جدا. وتوقفها في التوقيت ده وانا فيه مدافع داخل يضغط عليها صعب جدا. كمل بقى اشوف الراجل وقاف ازاي? يلا. بس. الكرة لزقت في رجل. ما بيعديتش. فالجل بالنسبة لي كله. باص امام عشور. تحرك تاو حسين. الكروس رغم انه ما كانش جايز من كهربا. لكن خمسين في المية من القصة كلها توقيف الحسان الشحاق. وبعدين الراجل رفع عينه. ارجع تاني ارجع تاني اللي وقف فيها الكرة. ارجع تاني اللي قبل ده. بصها كريم. الراجل اول ما اقف رح رفع عين الفوق. شاف الجنحة طبق رجل. منتهى البساطة. هبقى العكسية وانا اوريك وابيرفع عين. يلا اللي بعده. ماشي. 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 بص دي البصة كريم والتحركات اللي بقول لك عليها. يلا بص راجل بعد اهي. دي رفعت العين بتاحت حسين. كمل. في راجل بعد وهبان من السرعة اللي ورا. كمل. بصها كريم. هنا الراجل كان رفع وجزعه كله مانه حيتشمله انه شاف ان الراجل الزاوية اللي مين عنده ايه اللي مفتوح. رح تطبط رجله بمنتاز سجولة. وهنا ده السهل الممتنع بتحسين الشحك. كمل لبعده. كمل لبعده. هنا امام عشور فين? في مكان تالت خالص بقى. الراجل اللي بيعمل البلتريشن ولا واقف على الطرف. ليه كريم? بتسأل النساء? اه. عشان علي معلول قادل حتة الشمال واحسين الدخل في العمر. اشكرك. اه. علي هو اللي كان بيقفل حتة ريه. صح. ده لا بيجي بالصدف ولا بيجي بالتمريب مرة ولا بيجي بتعليمات. ده بيجي بتدريب مئة مرة عشان اللاعب يحفظ اللا مركزية من غير ما فكر. خلاص انا حفظت. علي معلول. فتح الخط ناحية الشمال. يبقى لاحسين يطلع ولا امام يطلع. وفي نفس الوقت شايف المسلس ده? اتعمل باختلاف اه الاماكن بتاعت التلات التلات لعيبة اللي هم اضلاع المسلس. اتغيروا مئة مرة. لكن برضو دايما فيه مسلس. شوف هن بص الناس كلها امام الطبيعة يحطينا فين? القرار السهل يحطه المروان. صح. المروان هنا واقف في في مواجهة في مواجهة التمنتاشر في الفاضي. لا الراجل هيميل بجزعه ويحطه العلي. كامل. كامل. هيفضل حسين واقف مكانه. كامل. الباص اللي بعد. الباص اللي بعد. يلا الحسين طلع علي تاني. علي هنا من المرات النادرة في الماتش اللي بيوصل الاند لاين ويعمل الكروس. تلاتة غير تاني. بعد شوية كل ما بتحفز بغير. كل ما بتحفز بغير. الراجل بقى يطلع ويعمل عملية الزيادة لان منع محفوظ فهتحطت الرجل حطها بشكل جيد لكن برضو كان من ضمن سوق التوفيق راح الجنب العرضة اليميل الحارس كملها كملها الفريم اللي بعده هيتلع يركب الكرة بشكل ممتاز كروس ممتاز من علي لكن الكرة طبعا جاء جنب العرضة كان فيها سوق توفيق من ضمن سوق التوفيق للنهاردة الاهلي كان بمنتال بساطة يكسب 7-8 يعني كان كرر نتيجة نيو كاسل النهاردة اللي كسب 8-8 يعني بمنتال سولة واكتر كمان